مرحبا التوحيد التدريجي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية هو أحد الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي لإعادة التفاوض وذلك من بين جملة شروط ترتكز على الإصلاحات وأهم في قطاع الكهرباء في ظل التدبدب الذي يشهده سعر الصرف ارتفاعا وهبوطا ترقب اقتصادي لما سيقول إليه سعر الصرف عند بدأ هذا التفاوض إليات عديدة يمكن اعتمدها لتوحيد سعر الصرف إلا أنه أيا تكون الألية المعتمدة فالأمر بحاجة إلى ثقة وسيولة وهي لا تؤمن إلا عبر صندوق النقد وقد لا تكفي أموال صندوق النقد لتعافي لبنان التام إنما تفتح الباب أمام مساعدات أخرى أما العوائق التي تحول دون ذلك فيعتبر اقتصاديون أن القرار السياسي للحكومة هو أولها إضافة إلى قرار مصرف لبنان لتوحيد سعر الصرف وللإضاءة على هذه القضية نضم إلينا عبر سكايب الخبير الاقتصادي لبروفيسور جاسم عجئة إذن بروفيسور كيف يمكن ربط التفاوض مع صندوق النقد الدولي بموضوع توحيد سعر صرف الدولار وما هي المدة التي سنلمس فيها استقرارا نسبيا في العمله السعر الصرف هو أحد شروط صندوق النقد والتالي رح يطلبها هذه الأمر رح يطلب توحيد توحيد عبر منصة حرة مثل منصة صايرة فا أكيد القرار السعر في لبنان حتى يقدر يشتغل على لابس كمان الحكومة اللبنانية بدأ تكون عم تشتغل معه على هذا الصعيد هون الأشياء مثل ما بيقولوا هو أنه عملية التفاوض يلي بدأت تصير بدأت تضمن شئ إصلاحي وهذا الشئ الإصلاحي إليه علاءة بتعر الصرف ما هي المدة المتوقعة لنلمس هذا الاستقرار في سعر الصرف؟ عمليا بمجرد ما أنه يكون فيه توقيع على برنامج ويلي بحسب مؤبلة الرئيس نجيب مياتي هو متأمل من هلأ إلى آخر السنة يكون فيه توقيع برنامج أنا أعتقد بمجرد توقيع البرنامج رح يكون فيه خطوات عملية وسريعة جدا من المساء على هذا الصعيد طيب يعني بروفسور إلى جانب القرار السياسي الذي يلعب دور ملحوظ في تذبذب الدولار ما هي العوامل الاقتصادية الأخرى التي أيضا قد تؤثر في هذا الإطار؟ أول شغلي هي عملية ميزانية الموازنة العامة أكيد كل ما كان فيه عجز كل ما أثرت سلبا على سعر الصرف الديون الهالكي تابعون لبنان عملية القطاع المصرفي وقدرته على تأمين التمويل الكافي لكل شيء يصبح في لبنان بما فيه الوداية التي تقوله تنعطى فيه عندي عملية زبط الحدود وزبط التهريب على الحدود فيه يعني المبولة البانل الواسع أهم شيء هو بضغط مكافحات الفسيد أنا أشكرك الخبير الاقتصادي لبروفسور جاسم عجاء المواطن بين مطرقة سعر صرف الدولار وسندين الغلاء الفاحش في أسعار احتياجاته الأساسية من غذاء ودواء واشتراك كهرباء وتعليم إذا أمكن وهلأ أعود إلى سيئة نشط الأخبار ترجمة نانسي قنقر